عايز بقى أكلمكم عن حاجة الأول بيوجه التحية لمؤسسة دار التحرير على الخطوة الحاسمة والحازمة اللي اتخذوها الأول بإجراء تحقيق حول الكلام اللي ندينا به في الإسبوع اللي فات حول الغلاف الموسيق لكل من يشاهده مش بس لحد يعبعين وسواء كتنطرق حامد أو الرياضة المصرية عموما وتحقيقهم واللي أصفر عن يعني إعفاء أحدهم من منصبه وبصراحة أنا يعني سعيد بالقرار ده لأنه بيقولك يعني فيه أمل في أن الأمور تبقى أفضل لأن زمان إحنا أوصينا مرحلة كنت أتكلمكم في الحلقة اللي فات لأن زمانك أحيانا بقى مستباح يعني وإن كان دايما أنا بعيد وأركز إن اللقطة دي مش مقبولة لأي نادي لأي لاعب في أي حد أو مش أقول لأي إنسان بصراحة إن هي يشوف نفسه بالوضع ده يعني زي ما وجهنا الانتقاط بنوجه التحية لكن أحدهم اللي تم يعفاء من منصبه يعني هي دي مش أول مرة إحنا نشوف بعض اللقطات من خلاله إحنا شوفنا حاجات مثلا على سبيل المثال ذكر قبل كده أن إحنا يعني إحنا دلوقتي بنقدم نفسنا كناس صحفيين كبار ومؤرخين ممتازين جدا لكن دايما إحنا لازم نتيقم المعلومة معلومة زي مثلا أنه أكبر فوز في الديربي كان المعلومة الموثقة عن الجميع هي فوز الزمالك 6-0 سنة 42 وسنة 44 لكن خرج أحدهم نفس الأحدهم ده بيتكلم عن فكرة أنه زي مالك تهزم 9-1 في مراهة وهمية من اختلاق السوشيال ميديا وتعديلات الفوتوشوب وخلاص بقى وكأنها حاجة توثيقية أحدهم ده كمان ليه كان من الأستاذ حسن المستكاوي الرجل اللي هو ليه باع كبير من مسندة النادي الأهلي في كتب وتأريخ النادي الأهلي ولكنه رجل موضوعي فكان الرد يعني أن الكلام ده مش حقيقي خالص يعني أنا بقولك أن الرد حتى ما جاش من أطراف زي ملكوية بالضبط بالضبط موسق من قامة زي الأستاذ حسن المستكاوي رد عليه بالواقع أن المباراة دي ليس لها وجود في التاريخ يعني طب إذا كانت حتى دي حاجة صعبة أنت تتققى منها ممكن توعى فريسة للفوتو شوب ما ينفعش أنت تيجي مثلا تشوف كومنت قبل كده على الفيسبوك كومنت أصفه غير أنه مضلل لأنه بيتكلم على أن مباراة حسم الدوري سنة 2009 اتلغى فيها هدف لكابتن محمد حمص مش اتلغى بقى لأنه كان فيه فاول يعني بالدعاء أنه فاول رغم أني كانتش فاول خالص في رأيي لكن بيقولك أن الكرة لم تتجاوز خط المروة فالحقيقة أنه بصراحة يعني لازم إحنا نتأقن لطي زي كده يقولك أنه معلق المباراة بيشوف الكرة وهو وراء الشاشة يعني أحسن منك مثلا يعني كنا حضرنا المباراة فده مش دليل قاطع يعني أنه أنت عندك الحقيقة كاملة والتيقن سهل في دي بقى الطيقن سهل ما أقدرش عافيك أبدا من المسئولية في هذا الصدد يعني دايما أفضل شيء في حاجة تانية برضو في تقاتل أحدهم في واقعة كمان أنا أقول لك حاجة بسعادة والواقعة دي بتثبت حاجة فعلا إن في انحياز يعني ما فيش هنا موضوعي أنت بتتكلم عن أنت بسعادة تروح لأبعد مدى في الانحياز يعني أنت دي برضو واحدة والتانية زي ما نترك في واحدة فوتوشوب ممكن تتخذها فيها التانية ذاكرتك ما أسعفتكش التالتة بقى نفاش جدال في لعطة الهدف الشهير بتاعت هدف كابتن حسن شحاته في سنة 82 لعطة شهيرة كلنا عارفينها فإحنا أوكي الزي ملكواي بيقولوا أنه دي أو دي الحقيقة معناعة الزمالك أنه يتوق باللقب الدور في السنة دي فإذا بأحدهم برضو وآخرين على فكرة أو بيكلموا بنفس الصيغة إن ده ما كانش هو السبب إنه الزمالك يفوز بالدور ولا حاجة وإنه الزمالك كان كده كده خسران الدور لأنه في النهاية الدور انتهى على فارق 3 نقاط والحقيقة غير كده المفترض المؤرخ دايما يتيقن دايما في اللقطة دي ساعتها بعد ما الزمالك ما قدرش ينتصر في هذه المباراة وبقى الفارق على نقطتين على فارق على نقطة خريفة على نقطة واحدة على نقطة واحدة صح بعد كده اتلعبت المباراة المنافس قبل مباراة الزمالك فالمنافس فاز فالزمالك فقد الأمل أصلا فكون الزمالك يتعادل أو يخسر إحباطا على أنه خلاص خسر الدور الرسمية ما ينفعش تدلل على أن الفارق يبقى أكبر من الإمكانية أن أنت تعود هذا الأمر بهدف حسن شحاته المفترض أنت دايما عندك صياق واضح أنه لو فاز الزمالك بهذه المباراة كانت مباراة جولة قبل الأخير لو كانت فاز وقتها كانت صدر الدوري خلاص فالريدي كان يحب عنده دولة واحدة للحسن ده ما كانش يحسم الدوري للزمالك علشان إيه؟ علشان الدوري انتهى بفارق قزلاء طبعا ده يعني تضليل وبصراحة يعني فنزع يعني أنا مش عشان مخشش في الموضوع أكتر من كده عايز أقولك دي مش أول موقف فأنا سعيد عموما بالإجراء اللي اتخذته در التحرير والجريدة الجمهورية وأتمنى دايما يبقى الناس عارفة أن الزمالك وأي نادي مش من حق أن حد يسيق لي بهذه الطريقة وعشان كده أنا سعيد بهذا الموقف الممتاز نيجي بقى النوطة تانية أنت بتتكلم فيها دلوقتي أنا عايز أجمل لك كلامك كده عطى أن فيه ناس بيبدو أنها غير قادرة على العمل العام العمل العام بيتطلب أنه ينبقى عندك قدر من الحيادية والموضوعية كل اللي بيشتغل في الرياضة المصرية لانتماءات خلينا نحط النقطة على الحروف ما فيش حد طالما تبعت الكورة وكذا أكيد حتنتمي النادي ماء وحتحبه شوي الفكرة كلها بقى في قدرتك على التعامل مع مسؤولياتك وإنت في منصب إزاي تكون عندك القدر أن أنت تكون موضوعي وعادل هي النقطة دي فيه فرق بين مشاعرك وبين تطبيقك للعدالة فيه أمثلة بقى كتير جدا على الناس اللي ما بتعرفش تفصل بين مشاعرها وحبها اللي موجود لأندية وبين مسؤوليتها المكلة إليها في مناصب خلينا نشوف مثلا مثلا يعني تصريح طلع من يومين تقريبا لشخص برضو كان مسؤول في الكاف الشخص ده حاليا غير مسؤول في الكاف الشخص طلع بيتكلم على أزمة أحد الأندية في لعبته اللي هي تبقى حتتزامن أحد البطولات اللي بيلعب فيها مع بطولة كاسي الأمم الأفريقية خلينا نحط نقطة على الحروف لما حتى فكر إحنا مكلمنا في قضية شيكبالة وغضب جماهيري الزمالك من إقاف شيكبالة والكلام ده حطنا خط كده واعتقد هي كل الأندية في مصر عارفة الخط ده كله وما فيش نادي غير عارف إن منتخب مصر طالما حيلعب مباراة رسمية وبطولة مهمة زي كاسي الأمم الأفريقية ده الأولوية الأولى لمنتخب مصر نقطة وكل الأندية عارفة ده وكل المسؤولين في الرياضة عارفين ده إنما يجي شخص المفروض كان مسؤول ما وما زال مسؤول في برضو في ملف في أحد الأندية وبيقدم لي أن هو ينفع يبقى موجود في اتحاد الكورة ويقول حرفيا كده إن النادي أهم ويجب على المنتخب إن يسيب اللعبة للنادي ده هنا إحنا بنتكلم على عدم وجود أي معايير مسؤولة إحنا بنتكلم عن شخص يرى مصلحة نادي قبل مصلحة المنتخب هو قبل كده كان مطالب إن هو لاقيش مصلحة نادي على مصلحة نادي آخر دلوقتي عنده سادي على مصلحة المنتخب فتخيل إن الشخص اللي يرى مصلحة نادي فوق مصلحة منتخب مصر هو ده كان يقدم لنا إن هو كان مسؤول في الكاف كان يرى العدالة بين جميع الأندية فده طبعا ضرب من الخيال الأشخاص أما بتظهر شخصياتهم دي فتعرف تتوقع وتتنبأ بكل تصرفاتهم السابقة واللاحقة اللي يوصل للمدى ده من الانحياز اللي هو عمل حاكتين هو سوى مثلا أقول لك إيه زي ما أندية المصري وبرامز خادت لعبتها فبطولة كاس العرب ساوى بين بطولة كاس العرب المهمة والجميلة ولكنها ودية وبين كاس الأفريقية دورة التاج بتاعة مصر يعني مصر في التاريخ الكرة الأفريقية كده بتتميز بأن هي أكثر الدول اللي فازت بكاسة أمم أفريقية فأخر مصر كاسة أمم أفريقية اتحط في جملة واحدة مع البطولة الودية الجميلة اللي هي كاس العرب وتحطت مصلحة نادي قبل مصلحة المنتخب طبعا ده يعني إحنا عارفين حتى يعني لن مفيش مسؤول في أي نادي حيطلب الطلب ده من منتخب مصر وكل الاندية عارفة تماما أن منتخب مصر هو الأولاء الأولى ولو الناس حتدور على حلول حتدور على تأجيل البطولة ومخبط الاتحادات كل ده بس أنا بجيب لك هنا فكر واحد المفروض أنه هو مسؤول وبيطلع بالتصريحات دي فتخيل إن الشخصية والسلوك بتاعة عمل إزاي؟ في النهاية ده شخص ممكن يعني تختلف أو تبطافك شخص في النهاية لا يمثل إلا نفسه لكن برضو هنرجع تاني لموسألة الإعلام يعني دلوقتي في لما يكون عندنا مواقع دلوقتي بقى تخصصها إن هي صحافة النافي يعني إياه خليفة دلوقتي أخبار بتطلع كل شوية تصدر من أماكن عدة فهو ما بينشرش الخبر وينشر النافي والنافي ده أنا ما عنديش مشكلة بأنت النافي ده جبت معلومتك كده لكن يروح يقولك مصدر داخل نادي كذا بينفي المضوع خلاص كده أنت خلصت شغلك يعني ما فيش مثلا أنا روح على النادي أسأل حد تاني أروح على وكيل أروح على مدرب أسأل مقرب من مدرب مقرب خلاص كده؟ دي تتعمل بس تعمل معاني أه بتعمل معاني طبعا يعني إحنا عارفين مثلا على سبيل المثال الشقيق سعاد بيجيبه الشقيق المدرب الفريق المدرب المساعد مشكلة أو أحكم بيلعب معه في مركز الشياب زمانه فعلا يعني الأمر بقى يعني غريب جدا لدرج ما سأحنا نشوف تصريحات المدرب دائما بيكون من بره مصر أوكي ما فيش مشكلة بيختص الأمور بره مصر التصريحات اللي هي فيها مشاكل أو عادية بتحصل زي أي نادي في الدنيا أو مش تدلل على مشاكل معاني لكن تصير البلبلة شوية تعمل شوية ايه كده يعني ما يبقى رجل على مستقبل ومساعل أقول لك بس أنا أنا ممكن أن ننتقل أو كده التصريحات دي ما بتشوفهاش تقريب أغلب المواقع بتنقلهاش أو مش أغلب عشان ما أقولش أغلب أو مش أغلب بعض المواقع بتنقلهاش ومش بس كده لا ده ممكن تنقل النافي بتاعها يعني أحيانا بتنقل النافي لاعب مثلا إحنا عندنا ما شاء الله بنشرقي صبح وليل موجود في كل حتة خلاص حيرحل مش حيرحل زمالك مش قادر يوصل لاتفاق قصة قصة طويلة ومستمرة طيب بالناحية التانية فيه لاعب آخر لم يجدد بفيش مشكلة عادي وارد أنه يجددش رغم أنه كل شوية بعد كل بطولة وبعد كل التوقف قال لك هيجدد بعد التوقف ده برضه أنا موافق أنه أنت في النهاية يعني حد بيقفل في حد قادر أنه هو يقفل المعلومة جميل بس أنت عندك وكيل عندك اللاعب عندك مصدر مكرم من اللاعب اعرف الحكاية مارس شغلة مش كل شوية تروح تسأل حد يعني هو موقع موقع تروح تسأل فيه تجديد فيها ستسأل حد تبقى أجابتهم طبيعية دايماً بيطمئن جماهير وبيتكلموا وبينفي بالزبط فأنا يعني بس أنت عمل شغلك صحفي بقى بالزبط أنت روح بقى للمصدر بس أنت عمانا شوية عشان خاطر توصل للمصدر يا موقعنا الكريم أو يا أي مؤسسة صحفية يعني لأن فعلاً الموضوع بقى واضح جداً وليس إيجابي ما يطلعش فإحنا عملين ندي أمثلة ويتحس إن إحنا عملين نتكلم على مشاكل كتير وإحنا ما نتمنياش نتكلم على مشاكل كتير بس للأسف هو ده اللي بيتفرد عليك يعني أنت تتكلم عنه لأن الموضوع بيبقى بايق منظرك بايق